بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الصناعي تخصص شعبة كهربية وتخصص حاسبات إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مادة الخامات الخاصة بالترم الثاني إحنا زي ما قلنا إحنا خدنا في الترم الأول اتكلمنا عن بعض العناصر اللي كانت خاصة بالترم الأول وكان الترم الأول عبارة عن ثلاث أبواب وإن شاء الله الترم الثاني برضو هيكون ثلاث أبواب لإن مادة الخامات عندنا هي ست أبواب إحنا بكده كنا خلصنا في الترم الأول وامتحنا وإن شاء الله ربنا يكلل مجهودكم والمذاكرة اللي انتوا ذكرتوها بالنجاح والتفوق أكيد كل اللي يشاف الحلقات بتاعتنا في مادة الخامات هيكون قدر يجاوب فيه الامتحان إن شاء الله الإجابة الوافية الكافية اللي تخليك تكون من المتفوقين إحنا في الترم ده هنبدأ نتكلم عن تمهيد أو مقدمة عن الجزء اللي انت هتدرسه الترم التاني علشان تقدر في الترم التاني إحنا مش عايزين الطالب يكون حافز يا أولاده بس لازم تكون فاهم إنت إيه الجزء اللي انت بتدرسه معنى إيه؟ إيه المفاهيم اللي بيحتويها هذا الجزء إحنا زي ما قلنا أن إنتوا درستوا في الترم الأول ثلاث أبواب واتكلمنا في الترم الأول عن يعني إيه مخلوط يعني إيه مركب يعني إيه مادة الزر بتتكون من إيه؟ وخدنا كمان الجزء الخاص به المعادن والسبيكة وإيه الجزء اللي أنا بستفيده من إن أنا أعمل سبائك وليه ما استخدمتش المعدن كمادة مفردة نقية لوحدها وقلنا كمان إن أنا عندي مثلا السبيكة أنا بستفيد بخصائص إضافية أنا مش هقدر أحصل عليها في المادة لو كانت مادة نقية مفردة تمام؟ وشفنا إزاي أنا أقدر أحمي بعض المواد من الصدق وإزاي أعالج المشاكل اللي بتواجهني علشان إحنا كان فيه جزء طبعا بسبب مثلا الصدق كان بنتعرض ليه بعض المشاكل والتلف والخسارة الاقتصادية اللي ممكن بتأثر على كل صناعات في دول العالم كله ده الجزء اللي إحنا أخدناه في الترم الأول الترمي التاني عندنا أولاد إحنا عبارة عن زي ما قلنا ثلاث أبواب الثلاث أبواب دول عبارة عن إيه؟ عندنا الباب اللي هو إحنا هنبدأ به الترمي ده اللي هو باب المواد المغناطسية بعد كده عندنا الباب الرابع اللي هو شبه الموصلات أو المواد الشبه موصلة وعندنا كمان هنتكلم عن المواد العازلة ده محتوى الجزء الخاص بالترمي التاني عايزين نعرف إيه الهدف من دراسة الثلاث أبواب دول عندنا الهدف إن إحنا نتعرف يعني إيه مادة مغناطسية وإيه الغرض من المواد المغناطسية وخوصها واستخداماتها تمام؟ وأنا عندي المواد المغناطسية دي هتفيدني في إيه؟ وكمان بالنسبة للمواد الشبه موصلة يعني إيه مادة شبه موصلة؟ هستخدم أشباه الموصلات في إيه؟ ويا ترى أشباه الموصلات دي كمادة هي مادة بتفيدني ولا هي مادة فرع حاجة بسيطة أنا ما بستفيدش منها بنسبة كبيرة ده اللي إحنا هنوضحه في الجزء الخاص بالباب الخاص بأشباه الموصلات وكمان هنتكلم على المواد العزلة أول حاجة عندنا في أول باب اللي هو المواد المغناطسية إيه هي العناصر اللي إحنا هنتكلم عنها في الباب اللي هو الباب المواد المغناطسية ده هيكون أول باب أنت بتدرسه في الترمي التاني أنت هتتعرف على يعني إيه مواد مغناطسية وكمان يعني إيه معامل نفذية بالنسبة لمصطلح معامل النفذية ده ده بالنسبة لكم مصطلح جديد ويمكن اول مرة انتوا تسمعوا عنه ممكن تكون عرفت قبل كده يعني ايه مادة مغناطسية انما معامل النفذية احنا هنتعرف عليه في مقرر التيرم التان كمان هنعرف عندنا في بعض المواد زي مواد الفيروم مغناطسية والبارا مغناطسية والضايا مغناطسية وكمان هنعرف ايه هو منحنة المغناطة والعلاقة بتاعة منحنة المغناطة بتكون ازاي وازاي اقدر ارسم منحنة المغناطة لبعض المواد تمام وكمان هنتعرف على منحنة التخلف المغناطسي وايه اللي ممكن يأثر على المنحنة ده علشان اقدر اشوف العلاقة بتاعته والمواد كمان عندنا المغناطسية سواء كانت المواد المغناطسية اللينة او المواد المغناطسية الصلبة وكمان المواد المغناطسية المتوسطة اللي هي لا هي مواد لينة ولا هي مواد صلبة طيب نبدأ نقول محتوى الباب الاول ده اول جزء فيه احنا قلنا اللي هو عن المغناطسية طيب احنا مش عايزين نقول يا مغناطسية نحفظ على طول لا احنا عايزين بنقول ان احنا نكون فاهمين الحفظ يا ولاد بيتنسي انما لو انت فاهم الحاجة دي اتعرفت ازاي زي مثلا نشقتها مكوناتها اكتشفوها ازاي ده هيخلي عندك فكر ان انت الجزء ده انت مش هتنسى ابدا صعب اوي ان انت في وقت الامتحان طول ما انت بتقعد تحفظ المادة لو انت ما فهمتش الجزء ده انت بتنسى اللي انت بتحفظه او بتفتكر البعض من الاجزاء اللي انت حفظتها دي لا انت بقى لو هتفهم الجزء ده كويس تأكد مية في المية ان انت لما تيجي في اي سؤال انت مش هتنسى ابدا ولا نقطة هتلاقي نفسك ان انت بتكتبه بسهولة جدا زي ما بيقولوا اتلاقي القلم بيكتب لوحده لان انت خلاص مخك فاهم انت بتكتب ايه عندنا لو احنا اتكلمنا عن المغناطسية اول حاجة هي المغناطسية دي اكتشفوها ازاي او يعني عرفوا يعني ايه مغناطسية ازاي كان في اولاد في البداية في احد رعاة الاغنام كان بيرعى الغنم وكان ماشي في الصحرة وماسك في ايده عصايا العصايا دي كان في نهايتها قطعة من الحديد وهو لما تعب قعد على الصخرة شوية لقى ان العصايا اللي هو بمسنود عليها لقاها مسكت في ايه مسكت في الصخرة دي تمام ليه لان هي فيها جزء من الحديد طبعا هو اول ما لقى كده هو تخضه في البداية طبعا كان فيه شوية خرافات حوالين الجزء ده تمام ان ده فيه ممكن حاجة هي المختفية مسكت في العصايا لغاية ما بدأوا يدرسوا ايه هي الظاهرة اللي خلت العصايا دي تمسك في الصخرة طبعا كان ان العصايا في نهايتها جزء من الحديد طبعا الصخرة دي كانت عبارة عن صخرة او حجر مغناطيسي حجر ايه حجر مغناطيسي الشخص ده كان اسمه مغنس وعلشان كده هما لما عرفوا المغناطيس بقى بالدراسة وتحليل السقور والكلام ده كله سموا مغناطيس على اسم راعي الغنم اللي هو مغنس ودي يمكن اكتر قصة مشهورة عن المغناطيس الكلام ده كان في اليونان وفيه قصص تانية برضو اتروت عن اكتشاف المغناطيس بس القصة الاكثر مصداقية هي قصة راعي الاغنم ده بالنسبة لازاي هما عرفوا الصخور المغناطيسية او عرفوا يعني ايه مغناطيسية عندنا اولاد احنا بنقول ان المغناطيس ده شكل المغناطيس المغناطيس عبارة عن ايه هو في الحقيقة بيكون ليه قطبين القطبين دول قطبين اللي هو قطب الشمالي والقطب الجنوبي وبنرموز لهم بالرمز ان واس اللي هو نورس وسوس حوالين المغناطيس ده بتتكون خطوط مجال او الفيض المغناطيس خطوط المجال ده بتكون بتتحرك فيه اتجاه زي ما احنا شايفين من الان الى ال ايه الاس يبقى اتجاهها بيتحرك من اتجاه الان الى اتجاه ال ايه الى اتجاه الاس تمام كده وبيكون ليه لونين مشهورين او هو اتعرف بان هو بيكون ليه لونين علشان نحدد النورس والسوس باللون الايه باللونين اللي احنا شايفينهم قدامنا تمام طيب عندنا دلوقتي ايه هو المغناطيس طبعا احنا عارفين ان المغناطيس بيقوم بعملية تجازب جازب المواد طب ممكن يبقى فيه تنفر ممكن بس ازاي احنا زي ما قولنا ان انا عندي القدب الا او المغناطيس ليه قدبين قدب شمالي وقدب جنوبي طب لو انا جبت دلوقتي جبت اتنين مغناطيس جنب بعض تمام لو انا حطيت القدب او المغناطيسين جنب بعض اللي هيحصل اللي هيحصل هيتوقف على انا حطى او وضعت المغناطيسين دول ازاي لو انا حطى الشمالي وصادي الشمالي يعني اللي اتنين متشابهين اللي هيحصل هيحصل عملية تنفر هيحصل عملية ايه تنفر يبقى اذا تشابه القدبان المغناطيسيان لو اللي اتنين تشابهوا هيحصل ايه تباعد ما بين المغناطيسين تمام طيب امتى بيحصل عملية التجاذب بيحصل عملية التجاذب لو كان المغناطيسين دول ما لهم لو كانوا اللي اتنين مختلفين الاقتاب يعني الشمالي وصادي الجنوبي تمام كده زي ما احنا شايفين كده يبقى شايفين في الشكل الاولاني هنا الان جنب الاس يبقى هيحصل تجاذب اهل اتنين جنب بعض اما في الرسمة التانية اللي اتنين شق متشابهين فحصل تباعد ما بين الايه ما بين المغناطيسين اللي عنده تمام كده اولاد ده بالنسبة للايه للمغناطيسي طبعا المغناطيس دوت له استخدامات كتيرة وعديدة جدا فحياتنا اليومية كلها احنا تقريبا بنستخدم المغناطيس يمكن نكون احنا كافراد مش حاسين بي بس هو لا ده هو موجود في 90% تقريبا من الاجهزة يعني عندنا التلفزيون هنلاقي فيه مغناطيس السماعة فيها مغناطيس الراديو فيه مغناطيس الرافعات فيها مغناطيس طيب زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا هنلاقي ان انا عندي الرفعة اللي بتعمل بالطيار الكهرابي انا عندي الرفعة اللي بتعمل بالطيار الكهرابي دي بتكون عبارة عن مغناطيس ضخم جدا المغناطيس ده بشغله بالطيار الكهرابي علشان يقوم بايه يقوم بجذب المواد المعدنية لو مثلا عندي مصنع فيه خردة فيه حاجات معدنية كتير فانا عندي المغناطيس الضخم ده هو اللي هيقوم بايه اول ما بشغله او بوصله بالطيار الكهرابي هو اللي هيقوم بعملية سحب للايه للمعدن دي او اه لو انا عندي المصنع ده الخردة اللي موجودة فيه بعض المعادن وفيه بعض المواد التانية وانا عايز اقوم بعملية فصل للمواد دي فانا بستخدم حاجة زي الرفعة دي هتاخد هتسحب المواد المعدنية المغناطيسية ومش هتسحب طبعا ايه المواد الغير مغناطيسية تمام كده بعد كده عندنا احنا هنتكلم كمان في الترمي ده عن معامل النفاذية المغناطيسي ايه هو معامل النفاذية المغناطيسي معامل النفاذية المغناطيسي ده احنا بنرمز له بالرمز ام او ميو وبنقول ان انا عندي الميو بتكون عبارة عن العلاقة ما بين كسافة الفاذ وشدة الايه وشدة المجال لان احنا قلنا ان المغناطيس لازم يكون حواليه مجال مغناطيسي زي لما انا بقول دلوقتي لو انا معايا مثلا قطعة مغناطيس تمام ومعايا قطعة من الحديد لو انا قربت المغناطيس من قطعة الحديد ايه اللي هيحصل هنلاقي ان قطعة الحديد المغناطيس جذبها طب انا نفس قطعة الحديد ونفس المغناطيس بس انا بعدت ما بينهم جدا ايه اللي هيحصل مش هيحصل عملية تجازب طب السبب اني انا نفس قطعة الحديد ونفس المغناطيس وما حصلش تجازب التجاذب ده هيحصل إذا كان إذا كان عندي كترة الحديد فيه مستوى أو فيه المكان اللي فيه المجال المغناطيسي أو خطوط الفضل المغناطيسي لازم يبقى في نفس الإيه؟ في نفس المكان إنما أنا لما بعدته ما بقاش في الإطار اللي فيه المجال المغناطيسي فعشان كده مش هيحصل عملية الإيه؟ تجاذب المسافة ما بينهم بعيدة فخطوط المجال مش قادرة توصل لقطعة الإيه؟ لقطعة الحديد لأن إحنا قلنا إن المكان عندي بيكون من الإن للإيه للإس بشكل زي نصف دائري كده تمام؟ بعد كده عندنا المواد الفروم مغناطيسية وعندي إيه هي المواد الفروم مغناطيسية وبتعتمد على إيه؟ لأن إحنا قلنا هنلاقي عندنا فيه مواد اسمها الضايا مغناطيسية والبارا مغناطيسية طب إيه الفرق ما بين الفروم مغناطيسية والضايا مغناطيسية والبارا مغناطيسية يمكن الأسامي بالنسبة لكم جديدة وغريبة شوية بس هتلقوها سهلة جدا إحنا عندنا أولاد سواء مادة الفروم مغناطيسية أو البارا مغناطيسية أو الضايا مغناطيسية بتعتمد على إيه؟ بتعتمد على حاجة اسمها الإلكترونات المفردة الإلكترونات الإيه؟ المفردة طب يعني إيه الإلكترونات المفردة؟ الإلكترونات المفردة دي أنا لما أجي أوزع مادة معينة بشوف عدد الالكترونيات المفردة فيها قد ايه ممكن يكون عدد الالكترونيات المفردة كتير او لو هو كتير يبقى المادة دي ايه مادة مغناطسية خلاص زي مادة الفرو مغناطسية تمام كده طيب بتتوزع ازاي شايفين الشكل اللي هو المربعات اللي تحت ده هنا عندي كام هنا عندي دول خمسة لو انا مثلا عندي مادة وهقول ان هي تركبها عشرة عشرة مثلا هوزعهم ازاي بصوا هنا العشرة دي هلاقي ان كل مربع من هنا اخد ايه واحد تمام وهرجع يبقى كده اول خمسة هرجع اعمل اكمل العشرة هلاقي ان الخمسة كلهم ايه اكتملوا بقى فيه ازدواج مفيش الكترونيات مفردة يبقى المادة دي مش ايه مش فرو مغناطسية طب لو انا عندي دلوقتي اه مثلا عندي تمانية هوزع التمانية مادة توزعها كام تمانية هنلاقي ان احنا هنا هوت وزعنا وملينا اقل خمس خانات اللي عندي تمام هجا وزع فضل ايه تلاتة هوزع على التلات مربعات دولت يبقى فيه ازدواجية في التلات مربعات انما الاتنين الاخرانين دول ايه اللي هو ده وده هيبقى الالكترونات مفردة يبقى انا عندي فيه اتنين ايه اتنين الالكترون مفرد يبقى المادة دي هي مادة ايه مادة هتكون مادة من المواد اللي بيجذبها الايه المغناطيس يبقى عملية الجذب هنا بتعتمد على عدد الالكترونات الايه المفردة ده بالنسبة للمواد فانا عندي المواد الفروم مغناطيسية هيكون فيها عدد الالكترونات مفردة كتير علشان احنا بنقول ايه ان المواد الفروم مغناطيسية هي المواد التي يجذبها المغناطيس بقوة وتعتمد عملية الجذب على عدد الالكترونات المفردة اللي انا هلاقيها في الايه هلاقيها في عملية التوزيع تمام كده طيب المواد الفروم مغناطيسية مالها بيكون معامل النفاذية بتاعها اكبر بكتير من الايه من الواحد الصحيح يبقى معامل النفاذية عندي اكبر بكتير من الواحد الايه الصحيح طيب عندي زي ايه زي الحديد او النيكل زي الحديد والاي اولاد زي الحديد ومادة او معدن النيكل بعد كده عندنا ايه هي المنطقة المغناطيسية عندنا المنطقة المغناطسية دي دي بالنسبة لعندي الإلكترونات هنا هو زي ما احنا شايفين في الرسمة الأولانية المجالات المغناطسية للإلكترونات مالها هنلاقي ان الحركة بتاعتها زي ما احنا شايفين حركة غير منتظمة عشوائية بتتحرك عندي في جميع الاتجاهات بتتحرك في جميع الاتجاهات طيب علشان الحركة دي تكون منتظمة انا لازم اخليها في مجال ايه اخليها في مجال مغناطسي زي ما احنا شايفين لو انا لما حطتها في مجال مغناطسي حطتها عندها مغناطس ايه اللي حصل هنلاقي ان الحركة هنا او الاتجاهات بقت اتجاهات ايه بقت اتجاهات منتظمة وبالتالي هتعمل كمغناطيس نتيجة نتيجة لعملية الترتيب اللي حصل بداخله نتيجة لعملية الترتيب اللي حصل بإيه بداخله ده ممكن يكون لو أنا مثلا جبت قطعة حديد وخدت منها حتة صغيرة جدا جدا وكبرتها مئات المرات لو أنا هشوفها على الميكروسكوب الميكروسكوب ده كبرها بشكل مثلا مئة مر أو أكتر من مئة مر إيه اللي هيحصل هنلاقي نفسنا شفنا الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا دوت الخاص بالإيه بالمجال والإلكترونات عندنا المادة اللي احنا هنتكلم برضو هنتعرف عليها الترميدة اللي هو البارا مغناطيسية والبارا مغناطيسية دي المواد اللي بتنجذب للمغناطيس بتكون درجة الانجذاب أقل شوية من الإيه الفرو مغناطيسية تمام طيب بيكون لها إلكترونات مفردة برضو طالما فيها نسبة جذب يبقى لازم يكون فيها عدد من الإلكترونات المفردة بس الإلكترونات المفردة هنا مش هتكون كتيرة زي المادة التانية تمام لإن احنا بنقول فيها قوة جذب أو مغناطيسية بس بنسبة تكون إيه أقل شوي فده بيعتمد على عدد الإلكترونات المفردة ودي خلاص القاعدة السبتة اللي احنا بنتعرف بيها على إن المادة دي هي مغناطيسية ولا مش مغناطيسية طيب المادة البارة مغناطيسية بيكون معامل النفاذية لها أعلى قليل من الواحد الصحيح أكبر شوية صغيرة من الواحد الإيه؟ الواحد الصحيح بعد كده عندنا مادة الدية مغناطيسية والدية مغناطيسية بقى هي المادة اللي ما بيكونش فيها إلكترونات مفردة خالص زي لما أنا قلنا مثلا لو إحنا هنوزع رقم عشرة كل الخمس خنات بتوعي التوزيع عندنا هيتميلوا وهتيجي توزع بعد كده هدي كده أول خمس هتيجي تقول ستة سبعة تمانية تسعة عشر يبقى الخمسة التانين ملوا الخمس خنات بقت كل خنة بيه مزدوجة كل خنة بيه مزدوجة ما فيهاش ولا إلكترون مفرد طالما ما فيهاش ولا إلكترون مفرد يبقى المادة دي هي عبارة عن إيه مادة يطلق عليها الدية مغناطيسية يطلق عليها الدية إيه الدية مغناطيسية عندنا كمان في منحنة المغنطة ومنحنة المغنطة بيكون هنا عندي بيكون بيتقسم إلى مجموعة مراحل مجموعة إيه مراحل زي ما إحنا شايفين أول مرحلة اللي بدأ من عندي من البداية من بداية المنحنة اللي هي منطقة التشبع بعد كده بيصعد المنحنة وفي منطقة الابتدائية المنطقة الابتدائية بعد كده بيصعد المنحنة إلى المنطقة الوسطى لغاية ما يوصل لأقصى قيمة اللي هي مرحلة الإيه التشبع يبقى ابتدائية وبعديها وسطى وبعديها مرحلة الإيه التشبع ده بالنسبة لي منحنة الإيه منحنة كسافة الفيض والشدة الإيه المجال اللي هو بنسميه منحنة المغنطة لأن احنا قلنا في البداية أن منحنة المغنطة هيكون علاقة بتربط ما بين كسافة الفيض وشدة الإيه وشدة المجال تمام بعد كده فيه كمان احنا هندرس في الباب الاولاني مجموعة منحنيات عندي المنحنة التاني اللي هو منحنة التخلف المغناطيسي وبيكون منحنة التخلف المغناطيسي ليه شكل مختلف شوية لان انا عندي بنشوف نقطة التشبع عندي او منطقة التشبع بتكون ازاي تمام وده بيكون الشكل الخاص بمنحنة التخلف المغناطيسي عندي المواد المغناطيسية احنا قلنا فيه مواد مغناطيسية لينة وفيه مواد مغناطيسية صلبة وكمان فيه مواد مغناطيسية متوسطة طب انا عندي كل جزء هيكون له منحنة خواص علشان يدرس العلاقة الخاصة بالمادة دي عندي ايه المادة اللي عندي اللي هي المواد اللينة بيكون لها المنحنة بتاعها بالشكل ده بيكون منحنة ضايق جدا خلاص ده في البداية طيب اما اللي خلى المنحنة بعد كده شكله تغير المنحنة اللي هنا هو ده المنحنة الاولي اللي هو في مرحلة انه هو ايه بيكون منحنة بتاعي منحنة المواد المغناطيسية اللي هنا في الحالة ضايق طب هنا منحنة تخلف دوت للشرائح اللي الجزيئات بتاعتها اترتبت نتيجة لترتيب الجزيئات شكل المنحنة حصله عملية اختلاف بعد كده المواد المغناطسية الصلبة بنقول ان انا عندي المواد المغناطسية الصلبة بتحتفظ باكبر قدر من المغناطسية اللي بتكون متبقية يبقى المواد المغناطسية الصلبة هنعرف ان هي بتحتفظ باكبر قدر من المغناطسية المتبقية وهنشوف خلال دراستنا في الترمي ده ان شاء الله ازاي ده بيحصل في المادة خلاص هتحكم ازاي في الكلام ده كله ده اللي احنا هنبدأ نعرفه لما نبدأ ندرس المقرر بتاعنا بالتفصيل عندنا بنقول ان احنا في استعمالات كتير للمواد المغناطسية دي اللي هي المواد المغناطسية الصلبة وقلنا ان احنا بنستعمله في اجهزة التلفزيون وفي الفرامل وفي المحركات لي استعمالات كتير جدا كل الاستعمالات دي ياولاد هي اللي احنا بنشغل بها او بنستغلها في الاجهزة بتاعتنا لان اهمية المغناطس دي اهمية قصوى وكبيرة جدا في حاجات كتير جدا يتوقف عليها لايه عملية المغناطس والمجال المغناطسي حتى في اجهزة القياس هتلاقي ان انت في بعض الاجهزة اللي انت درستها في الترمي الاولاني فيها المجال المغناطسي بيكون ليه عامل مهم جدا في عملية تشغيل الاجهزة وانه ازاي يولد عزم يحرك المؤشر او يوقف المؤشر عند قيمة معينة كل الكلام دوت هنعرفه في الجزء الخاص بالباب اللي احنا هنشتغل فيه في بداية الترمي التاني ان شاء الله بعد كده المواد المغناطسية المتوسطة دي بتقع ما بين هي من اسمها مواد مغناطسية المتوسطة يعني ما بين الليينة وما بين الايه المواد الصلبة ما بين الاثنين بعد كده في الجزء الجديد اللي هناخده ده بالنسبة لمحتويات الباب اللي هو اللي هنبتدي به في الترمي التاني بعد كده الباب اللي بعده اللي هو الباب الخامس اللي هو عبارة عن المواد شبه المواصلة واول حاجة عندنا في المواد الشبه المواصلة هندرس يعني ايه جرمانيوم وكمان هنتعرف يعني ايه مادة السيليكون وايه هي المواد وكمان ايه هو الانحياز السنائي البلوري خلاص يبقى احنا عندنا دلوقتي ده الجزء اللي هناخده في الباب الخامس يعني ايه مادة يعني ايه ايه هو السيليكون ايه هو الجرمانيوم يعني ايه المواد الايه البلوري تمام احنا بنستخدم السيليكون والجرمانيوم او المواد السيليكون عموما بنستخدمها استخدامات كتيرة جدا ولو كان كل عصر ليه زي ما بيقولوا ليه مسمى فاحنا العصر يعتبر العصر ده اللي هو عصر السيليكون زي ما بيقولوا لان انا باستخدمه في استخدامات كتير جدا السيليكون اول ما انا هفتكر كده مادة او هسمع عن مادة سيليكون هفتكر مثلا السيليكون اللي انا بسيحه بلزق به اي حاجة عندي في الايه في البيت في ناس تانية هيجي ببلها السيليكون اللي هو الخاص بعمليات التجميل في ناس تانية تخصصاتها مختلفة مثلا في عملية الزراع هتقول لا ده احنا السيليكون بنستخدمه في الزراعة من غير طمي يبقى الزراعة بدون طمي ده كده يبقى انا عندي السيليكون ده ليه استخدامات كبيرة جدا وكتيرة جدا احنا هنتعرف عليها السيليكون بيكون نسبته او متوفر بنسبة عالية في القشرة الارضية بيكون نسبته من القشرة الارضية حوالي 28 في الايه في المية 28 في الايه في المية من القشرة الارضية يعتبر تقريبا تاني مادة بتكون موجودة او متوفرة تاني مادة وفرة في الايه على مستوى بقية الايه المواد خلاص طبعا السيليكون ده مادة موجودة في الطبيعة بتكون موجودة في زي ما قلنا في القشرة الارضية من الرمال يعني السيليكون ده يعتبر زي الايه زي الرمال كده هوت خلاص طبعا هو متوفر بكسرة والسيليكون دوت احنا هنشوف ان هو عندي السيليكون بيكون ليه تركيب زري او ليه عدد زري معين ايه هو عدد الزري بيكون السيليكون العدد الزري بتاعه 14 عدد الزري ايه 14 يمكن احنا قلنا قبل كده ان السيليكون ده من المواد او احنا خدناه كمادة شبه موصلة حد يقول لي لا دا احنا قلنا قبل كده ان هو مادة عزلة احنا عارفين ان اشباه الموصلات يا ولاد هي في الاصل هي مواد عزلة يبقى اشباه الموصلات لو انا جيت اتكلم على اشباه الموصلات هقول هي مواد ايه عزلة بس ايه اللي حصل تم اضافة مطاعمات للمواد العزلة فاصبحت مواد ايه مواد شبه ايه شبه موصلة تمام عندي عدد الزري قلنا زي ما قلنا هو عبارة عن اربعتاشر لو انا جيت اوزع العدد الزري الاربعتاشر ده هلاقي ان هو هياخد اول مدار اتنين بعد كده المدار التاني هيكون تمانية يبقى اتنين وتمانية عشرة هيتبقى ايه هيتبقى اربعة هيكونوا في المدار الاخير يعني هو رباعي التكافؤ الرباعي دوت او رباعي التكافؤ ده هيعمل رابطة تساهمية مع مادة تانية وهنشوف او هنتعرف ازاي بيتم عمل رابطة تساهمية مع مادة تانية خلاص سواء كان سيليكون او لو انا كمان اتكلمنا عن مادة اللي هي مادة الايه كمان مادة الجرماني تمام عندنا لان احنا دايما بنربط ما بين مادة السيليكون وكمان على طول بايه اول ما نقول سيليكون بنقول معاه جرماني خلاص عندنا استخدامات السيليكون زي ما قلنا ان انا عندي السيليكون ليه استخدامات عديدة زي ما قلنا هو عبارة عن رمال او زي الرمال المتوفرة في القشرة الارضية اللي زيتها نسبة ايه متوفرة بقسرة بنقول ان هو عندي انا باستخدمه في ايه هلقيه في الاسمنت هلقيه في عمليات الزراعة عمليات التجميل في بيكون مكون اساسي في الزجاج مكون اساسي في ايه اولاد في الزجاج عندنا كمان الجيرمانيوم الجيرمانيوم دوت بيكون العدد الزر بتاعه اتنين وثلاثين طيب لو جيت وزعت اللي اتنين وثلاثين برضو هلاقيها ربعات التكافر طيب واحد يقول لي ازاي انا عندي الاربعتاشر رباعي والتنين وثلاثين رباعي لان انا عندي هنا في مدار زيادة هيكتمل والمدار الاخير هو اللي هيفضل في ايه عندي الجزء الخاص بالاربع الاربع مكونات او الاربع الكترونات اللي هتكون موجودة ايه موجودة عندي خلاص طبعا الجيرمانيوم ده مادة برضو مادة من اشباه الايه اشباه المواصلات سواء سيلكون او جيرمانيوم هي مواد اشباه مواصلات اللي اتنين بيكونوا رباعي التكافر اللي اتنين ياولاد بيكونوا رباعي الايه التكافر واللاتنين دولت كمواد عازلة في درجة ايه في درجة السفر المطلق زي ما احنا قلنا انه هو في الاصل هما ايه عازل وتم اضافة متعامات فاصبحوا اشباه ايه ونشوف المادة اي مادة عندي في الطبيعة بتنقسم من حيث توصلها للطيار القهربي الى عندي مواد موصلات وعندي كمان عوازل وكمان اشباه الموصلات يبقى المادة عندي من حيث توصلها للطيار يا اما عازلة يا اما موصلة يا اما شبه ايه موصلة تمام كده دوت هو الجزء اللي احنا بنتكلم عليه في المادة ان احنا عندنا المواد احنا عارفين ان انا عندي بستفيد جدا من المواد الموصلة للطيار وهي السبب في ان انا لو انا ما عنديش مادة موصلة اولاد للطيار انا كنت هوصل الطيار الكهربي ده ازاي او هشغل الاجهزة ازاي لازم يبقى فيه مواد موصلة للطيار طيب طالما المواد الموصلة للطيار دي مهمة فيه كمان العوازل المادة العزلة مهمة طب مهمة ليه ما انا خلاص انا استفدت من المادة الموصلة مهمة لان انا مش هوصل لما وصل مادة هو انا ينفع اخلي سلكينجا ببعض مثلا مكشوفين من غير ما قم بعملية العزل لازم اي مادة موصلة او السلك عند الموصل زي ما احنا ما بنشوف فيه اه المنازل هو انا موصلة السلك مش السلك ده عليه عازل علشان ما يحصلش اي اه تلامس ما بينه ما بين سلك تاني اه انا بعمله عازل والعازل ده مهم جدا واهميته يمكن انت مش حاسس باهميته انت بس بتكون ايه اه مركز ان عندك الحاجة شغالة وتمام وكل ده بس انا عندي اه العوازل مهمة الدليل على كده ان لو انا حصل عندي ارتفاع مثلا في الطيار الكهرابي وحصل للعازل ده عملية انهيار ايه اللي هيحصل او يعني انهيار يعني ساح الجهد عليه زاد لما الجهد عليه زاد العازل ده حصل له عملية تدمير طيب ايه اللي بيحصل هتلاقي ان فيه حصل عندك ممكن يحصل بقى نتيجة التلامس ما بين الاسلاك دي بقى يحصل شارز كهرابي اه تلاقي ان الجهاز عندك حصل له ايه اه فصل يبقى انا عندي الجهاز ده فصل يبقى زي ما المواد اه الموصلة مهمة العوازل او المواد العازلة المواد العازلة مهمة جدا تمام كده وعندي بنقول ان اي مادة ده التكوين بتاعها اي مادة عبارة عن ايه زي ما احنا شايفين قدامنا عبارة عن مجموعة من الزرات متنهية الصغر مجموعة الزرات دي لو انا شفت الزرة هلاقي ان جواها ايه قلب الزرة اللي هو النواة تمام عندي النواة عندي كمان هلاقي الالكترونات سالبة الشحنة والنواة دي بتتكون من ايه عندي من بروتنات ونيترونات وده الجزء الاساسي او عندي ازاي اي مادة اقدر اعرف ايه هي مكونات يبقى ده بالنسبة لشكل ايه المادة تمام عندي ده التوزيع الزري الزري بالنسبة لمادة السيليكون وبالنسبة لمادة الايه الجيرمانيوم زي ما احنا شايفين والرمز بتاع الجيرمانيوم جي اي والسيليكون اس اي ده عندي السيليكون اهو تركيبه 14 الجيرمانيوم 32 زي ما احنا قلنا بصوا هنا في اول مدار هنلاقي ان المدار الاول فيه اتنين الكترون بعد كده تمانية والمدار التالت هيكون فيه اربعة الكترون ده بالنسبة لزارة الايه السيليكون الجيرمانيوم برضو هنلاقي اول مدار اتنين اللي وراه تمانية اللي بعد كده 18 يبقى اتنين وتمانية وتمانتاشر تمانية وايه وعشرين بعد كده هنلاقي ان فيه اربع الكترونات متبقيين دول اللي هيحتلوا المدار الاخير يبقى انا عندي سواء سيليكن او جيرمانيوم المدار الاخير فيه اربع لشان كده بنقول انه هو رباعي التكافر بعد كده عندنا الجزء اللي هندرسه تاني اللي هو باللورة الجيرمانيوم دي باللورة الجيرمانيوم هتكون لها توصيل اللي هو نوع سالب n type ونوع موجب اللي هو b type يبقى انا عندي النوع n اللي هو السالب طيب ازاي بقى هيكون النوع n اللي هو السالب ده زي ما قلنا ان احنا هنضيف شائب او هنضيف شائب على مادة الآيه الجيرمانيوم هيكون الشائب ده عبارة عن مادة زي ايه مثلا هيكون زي مادة الزرنيخ الزرنيخ ده خماس التكافر طب انا عندي المدار الاخير في المادة الجيرمانيوم رباعي وهنا الزرنيخ خماسي هنلاقي ان فيه ترابط او فيه رابطة تساهمية ما بين الاربع زرات اللي فيه الجرمانيوم خلاص هيبقى فيه عندي الزرنيخ هيتبقى ايه هيتبقى الكترون عندي تمام كده ده بالنسبة للايه ليه باللورة الجرمانيوم الايه السالبة اللي هي الن طيب بعد كده عندي باللورة الجرمانيوم برضو اللي هي الموجبة البي طيب وهنلاقي ان هي هنحط معاها عشان يحصل هنحط لها شائب برضو بس هيكون ايه هيكون مادة الانديوم وهيكون هي عبارة عن سلاسة تكافؤ فهنلاقي ان عندي فيه اربعة من الجرمانيوم هيرتبطوا مع التلاتة الخاصين بالايه بالانديوم هيبقى فيه الكترون في الجرمانيوم ما فيهوش رابطة ايه ما فيهوش رابطة تساهمية تمام فعشان كده بنقول عليه ده ايه ده النوع الموجب اللي هو البي طيب يبقى دي بالنسبة لانواع الايه انواع الجرمانيوم نيجي بعد كده نقول عندنا حاجة كمان هندرسها ولاد في الترمدة اللي هي صنائي الواصلة احنا هنستغل الجرمانيوم اللي احنا قلنا عليه اللي هو الاني طيب والبي طيب واعمل من النوعين دول حاجة اسمها صنائي الواصلة لان انا عندي سواء سيليكون او الجرمانيوم بصنع منه اشباه المواصلات اللي احنا قلنا بنستخدمها في استخدامات كتير جدا يعني انا عندي الموحدات هعملها منها كمان الاي سي الترانزيستور عشان كده احنا في البداية قلنا ان انا عندي ده يعتبر جزء مهم جدا وهو اللي بيكون عندي العناصر اغلب العناصر الالكترونية اللي بتشغلي الاجهزة الالكترونية اللي انت شايفها قدامك دي اغلبها او اغلب العناصر اللي بتحتويها بكون من اشباه الايه من اشباه المواصلات يعني لا يخلو جهاز اه تلفزيون من اه جزء خاص بيه اشباه المواصلات سواء تلفزيون سواء كمان عندي كمبيوتر راديو اه الكلام ده كله تمام اه بصنعه من اه سواء كان وصلة بي او وصلة ان مش بيكون ان وبي بس انا لا انا ممكن اضيف اكتر من بي واكتر من ايه من ان فانا عندي هنا لو انا عندي ان وبي فانا بعمل ايه بعمل حاجة اسمها الموحد يبقى الموحد عندي من البي والان تمام لو انا جبت اكتر من بي وان زي مثلا الترانزيستور هنلاقي ان الترانزيستور ان بي ان او بي ان بي يبقى انا هنا هوت خدت ايه اولاد خدت اكتر من ايه من وصلة سواء بي او ان وعملت منها عنصر جديد اه زي عنصر ايه الترانزيستور اللي احنا بنستخدمه في عمليات الايه التكبير تمام بنقول ان انا عندي بيكون في حاجة اسمها الانحيازات اه يعني ايه انحياز انا عندي الانحياز ده اللي هو التوصيل بتاع الوصلة بتاعتي اه الانحياز ده هو انحياز امامي ولا انحياز عكسي طيب يعني ايه انحياز امامي ويعني ايه انحياز عكسي الانحياز الامامي لو انا عندي زي ما احنا قلنا انا عندي البي وعندي الان البي موجبة والان سالبة طب أنا لو أنا أخدت الوصلة دي ووصلتها ببطارية إيه اللي هيحصل عندي لو أنا وصلتها بالبطارية هلاقي هيختلف على حسب وضع البطارية إيه لو أنا حط البطارية بالشكل ده شايفين هنا هو شكل بطارية فوق اللي منبعة ده خلاص أنا عندي نهوت هلاقي إيه ده نحياز أمامي ليه نحياز أمامي مش البطارية الطرف ده ولاد موجب طب الطرف الموجب ده ماسك في مين ماسك في الطرف الموجب البي لان احنا قلنا البي موجبة طب الموجب مع الموجب نيجي الناحية التانية هنا الان الان هلاقيها الان سالبة رايحة متوصلة مع طرف بطارية او منبع ايه الطرف السالب طب طالما سالب مع سالب وموجب مع موجب يبقى انا عندي ده اسمه ايه اسمه انحياز امامي موجب مع موجب وسالب مع سالب ده انحياز ايه امامي تمام في الانحياز الامامي هنلاقي ان نقطة طلاقي البي والان دي بتسمى بالمنطقة القاحلة بالمنطقة القاحلة دي انا عندي في الانحياز الامامي بتكون صغيرة جدا يكاد يكون منعدمة تقريبا خلاص هتلاقي ان فيه التحام جامد ما بين البي وما بين الان في حالة الانحياز الامامي يعني منطقة القاحلة بتكون ايه ضعيفة جدا نيجي بعد كده لو انا بقى في الانحياز العكسي في الانحياز العكسي اللي هيحصل هنلاقي ان في الانحياز العكسي الان والبي شايفين كده البي ده موجب البي موجب هيتصل بايه هيتصل بالسالب يبقى الموجب متصل بالسالب وهنا الان سالب متصلة بايه متصلة بالموجب يبقى السالب مع الموجب والموجب مع السالب يبقى ده اسمه انحياز ايه عكسي نلاحظ كده المسافة ما بين ال N وال B هنلاقي ان فيه منطقة كبيرة ما بين ال B وال N اللي هي بنسميها المنطقة الايه القحلة المنطقة القحلة ده بيكون ايه كبيرة في حالة الانحياز في حالة الانحياز العكسي تمام كده وعندنا ده شكل عنصر الايه الموحد اللي هو عندنا ده بيظهر الطرف السالب والطرف الموجب للايه للموحد لان احنا قلنا اشبه المواصلات طالما وصلة بيه ووصلة N انا بصنع منهم الايه الموحد اللي انا بستخدمه في الدوائر الالكترونية زي دوائر الايه دوائر توحيد الطيار وبستخدمه كمان في ايه بستخدمه في الاجهزة الايه الالكترونية خلاص بعد كده عندنا فيه ده بالنسبة للجزء الخاص بيه الباب الخامس اللي احنا قلناه يبقى هندرس فيه كل شيء يخص المواد اشباه المواصلات وهنتعرف زي ما قلنا على الجزء دوات انحيازه ايه توصيله بيكون ازاي ايه اللي بنصنعه من اشباه المواصلات وانا استفدت ايه من اشباه المواصلات اللي هي اساسها من مادة السيليكون ومادة الجرمانيوم تمام كده وتعرفنا كمان على السيليكون والجرمانيوم بستخدمهم في ايه بعد كده في الباب الخامس او هيكون بالنسبة لكم الباب الاخير ان شاء الله اللي هتدرسوه في الترمي التاني الباب الخامس ده هو عبارة عن المواد العازلة وهنتكلم فيه عن يعني ايه مادة عازلة كلنا عارفين يعني ايه مادة عازلة هي المادة اللي التوصيل بتاع الطيار بتاعها بيكون ايه مفيش يعني هي ما بتوصلش طيار طب انا عندي في الباب ده هدرس ايه كمان هدرس الخواص الكهربية للمواد العازلة انا عندي المواد العازلة دي لها خواص خلاص ايه هي بقى الخواص دي تمام هنتعرف على الخواص كاملة ان شاء الله خلال دراستنا للترمي التاني وكمان هنشوف تقسيم المواد العزلة المواد العزلة بتنقسم الى اقسام هنشوف خواص المواد دي ايه تمام وتقسيمها واستخدام المواد العزلة وتأثير الحرارة والرطوبة على المادة العزلة وهل ممكن الحرارة او الرطوبة لو انا اثرت على المادة العزلة بحرارة معينة او برطوبة معينة ايه اللي هيحصل المادة العزلة دي ممكن تفقد عزلها ولا ايه اللي ممكن يحصل للمواد العزلة دي ده الجزء اللي احنا هنقول عليه اللي اول حاجة هنتعرض لها اللي هي المواد العزية هي ايه المواد العزلة هي المواد التي لا تسمح بمرور الطيار الايه الكهرباء يعني دي مادة مش بتمرر كهرباء زي مادة زي مثلا الخشب هو الخشب دوت من المواد العزلة تمام يبقى ما بيمررش خلاله طيار ايه كهرباء تمام اه بعد كده ايه هي صفات المواد العزلة المادة العزلة من صفاتها ان هي بتتحمل الجهد الكهرباء بتتحمل الايه الجهد الكهرباء وكمان التغيير عندي في الجزء الخاص في درجة الايه الحرارة والرطوبة ده بيكون بالنسبة للصفات الخاصة بايه الصفات الخاصة بالمواد العزلة بعد كده تنقسم المواد العزلة يا اولاد عندي اللي انا بستخدمها في الانشاءات الكهربية انا بستخدم المواد العزلة في الانشاءات الكهربية يعني في الصناعات الكهربية بتنقسم لإيه ممكن نقول إن هي في عازلة صلبة وفي عازلة سائلة وعازلة إيه غازية يبقى عازلة صلبة وعازلة سائلة وعازلة إيه غازية طب أنا عندي المواد دي هدرس كل مادة خلاص وهعرف إيه هي خصائص كل مادة من المواد سواء كانت عازلة صلبة أو سائلة أو غازية طب أنا عندي في حاجة اسمها زي ما بنقول جهد الانهيار إيه هو جهد الانهيار؟ جهد الانهيار ده الجهد اللي أنا لو أنا أصرت بيه على مادة عازلة وبدأت أرفع في قيمة الجهد ده بالتدريج ألاقي إن كتر أو زيادة قيمة الجهد بيؤدي إلى حالة انهيار للعازل ويمكن الجزء ده يا أولاد إحنا درسناه برضو درسنا جزء منه فين؟ في الترم الأولاني وشفنا يعني إيه الانهيار الكهرابي وإزاي أنا أعمل عملية انهيار لما كان فيه عندنا عينة وأثرنا عليها بجهد وبدأنا نرفع الجهد ده بالتدريج لغاية ما نشوف إيه الانهيار اللي حصل للإيه للعينة وكمان هناخد إيه هي المتانة الكهربية وده الجزء الخاص به الباب الأخير اللي نتعرف عليه إن شاء الله في الترم التاني بتمنى لكم التوفيق شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة